اجتماع مجلس الأمن الدولي الليلة لبحث ملف الكيموية السوري سبقته اجتماعات كثيرة لم تخلو من جدل واسع بين القوى الكبرى جلسة الليلة لا يتوقع أن تتقارب فيها المواقف رغم اتفاق الجميع على أن عنوان خفض التصعيد هو المقاربة الأبرز للأزمة في المرحلة الراهنة وتأكيد كل الأطراف على أن القراءة وحدها هي من تحدد موقفها من هذا الموضوع الشائك نبحث في هذا الموضوع الشائك مع ضيوفنا من واشنطن مستشار السياسي في مركز الميريدين للدراسات خالد صفوري من اسطنبول استضيف رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق سمير نشار ومن موسكو استضيف الكاتب الصحفي في جريدة إزفستيا أندري أونتيكوف أهلا وسهلا بكم جميعا سأبدأ معك سيد سمير نشار هذه ليست أول جلسة لمجلس الأمن يبحث فيها تقارير عن استخدام الكيماوي في سوريا وهناك تقارير تؤكد استخدام النظام أكثر من مرة لهذا الكيماوي خصوصا غاز السارين هل تتوقع أن تكون جلسة الليلة مختلفة من حيث التناول من حيث التقارب في وجهات النظر ما رأيك؟ لا أنا أعتقد للأسف أن الموقف الروسي مفارق جدا للمواقف الدولية والتي أقرت كلها أن النظام السوري قد استخدم السلاح الكيماوي في سوريا أكثر من مرة وأظن أن التقارير الأخير للجنة حظر السلاح لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الأمن في موضوع خان شيخون قد قالت أن النظام السوري استخدم المواد المحصرة دوليا 27 مرة على ما أذكر دعونا نقول أن القصة بدأت من يوم 21-8-2013 عندما استخدم النظام السوري وبشكل واسع السلاح الكيماوي ضد سكان الغوطة والتي سقط في ليلة واحدة حوالي 1400 شهيد أغلبهم من النساء والأطفال وهم نيام وتمت صفقة لا أخلاقية بين الإدارة الأمريكية السابقة وما بين روسيا هي التغاضي عن المجرم مقابل تسليم سلاح الجريمة وهذه الفكرة أن النظام السوري اعترف أنه لديه السلاح الكيماوي وفي تاريخه لم يكن منتسبا أو موقعا على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية ولم يكن يعترف أن لديه أسلحة كيماوية أصلا منذ تلك الصفقة والنظام السوري وخاصة بعد أن تلقى دعما روسيا مباشرا للتغطية على هذه الجريمة أصبح هناك نوع من الأطمئنان أن يستطيع تكرار استخدام السلاح الكيماوي في مناسبات متعددة عندما يكون مضطرا ومحرجا نتيجة المعارك العسكرية والخسائر التي لحقت بقواته يستخدمها وهو يشعر بالأمان من أن أولا هناك غطاء روسي لتغطية هذه الجرائم وثانيا أن الولايات المتحدة وهي القوة الأكبر والأعظم بالعالم تغض النظر عن هذه الجرائم سواء كان في إدارة أوباما أو حاليا في إدارة ترامب إدارة ترامب كما أظن وأعتقد أن أولوية اليوم ليس البحث في هذه القضايا قبل الانتهاء من داعش في سوريا وعند ذلك سوف يتبين الموقف الأمريكي بكل وضوع دعنا نسمع من موسكو وبواشنطن بعض التحليلات والأراء سأذهب إلى موسكو سيد أندري ما رأيك فعلا تقارير في الأمم المتحدة تشير إلى استخدام الجيش السوري السلاح كيماوي غاز السارين موسكو موقفها هل هو نابع من أنها فعلا لا تؤمن بهذه لتصدق هذه التقارير أم أنه موقف لأنه في إحراج لموسكو طالما أن موسكو هي الراعي الضامن أمام العالم لتخلي النظام السوري عن السلاح الكيماوي وظهور سلاح بعد هذا الموضوع يتسبب بإحراج لموسكو ما هو الموقف الروسي حقيقة تجاه هذه التقارير يعني في الحقيقة شهادنا في السابق أن منظمة حظر الأصلحة الكيميائية أكدت أن النظام السوري تخلصت من تلك الأصلحة بشكل كامل والآن نشاهد مثل تلك التقارير وطبعا هي تقارير مشكوكة من قبل موسكو وأريد أن أذكركم أن موسكو أشارت مرارا وتكرارا أن الأصلحة التي كانت استخدمت في سوريا هي لم تصنع في مصانع السورية بل في مصانع أخرى وموسكو أشارت أن هناك الخبراء لدى الإرهابيين الذين هناك لديهم الخبرة كافية لصنع تلك الأصلحة وكذلك في خان شيخون سمعنا التصريح من قبل منظمة حظر الأصلحة الكيميائية التي أكدت أن الأصلحة الكيميائية استخدمت في خان شيخون خمسة أيام قبل الدربات لقوات الجوية السورية ما ذلك إلا دليل واضح أو تأكيد واضح لموقف موسكو يعني كان هناك طرف يجرب هذا السلاح قبل وقوع هذا الهجوم تستقصد في الحقيقة موسكو كانت تشير منذ البداية أن كل الأصلحة التي استخدمت في سوريا أصلحة الكيميائية التي استخدمت في سوريا صنعت في مصانية الإرهابية التي امتلكتها الإرهابيين يعني وهذا الموسكو لم يتمكن أحد أن يقنع موسكو بموقف آخر لم نشهد أو لم نسمع أي دليل على أن النظام السوري استخدمت هذه الأصلحة والآن الأمم المتحدة تشير إلى غيرة موقفها يعني كما قلت منظمة حضر الأصلحة الكيميائية أكدت أن النظام السوري تخلصت من هذه الأصلحة بشكل كامل ولماذا الآن نسمع التغييرات في الموقف الأمم المتحدة دعني أسأل ضيفي من واشنطن دعنا نسأل لماذا هذا التغيير إذا كان بهذا الشكل سيد خالد ما الذي تبدل في الموقف الأمريكي هل إدارة ترامب مختلفة عن إدارة أوباما سيد سمير نشار قال أنه كان في صفقة في وقت إدارة أوباما بين أمريكا وروسيا حول هذا الموضوع الكيميائي وأن ترامب الآن منشغل بموضوع داعش ربما بعد انتهاء من داعش قد يظهر الموقف الأمريكي الحقيقي من ملف الكيميائي ما رأيك؟ أولا الموقف الأمريكي في عدر رئيس أوباما كان موقف متذبذب ومتخاذل الولايات المتحدة قالت منذ أحداث حلابجة في العراق أنها لن تسمح باستخدام الكيميائي مرة أخرى ووضعته كخط أحمر وحتى الرئيس أوباما قال أنه خط أحمر وهو لم يحترم الخط الأحمر الذي فرضه وبالتالي هذا موقف أمريكي دائم الرئيس أوباما خرقه إدارة ترامب حاولت أن تؤكد على هذا الموضوع ولا تحريمه عندما وجهت 59 صاروخ وجهتها إلى قواعد سورية توجهت منها الطائرات التي ضربت منطقة خان شيخون فهذا هو الموقف الأمريكي الحقيقي منذ أحداث التي حصلت في شمال العراق الآن إذا أن الأمم المتحدة صادقت على خلو سوريا من أسلحة كيموية أو لم تصادق الموضوع سهل وسهولة أن معظم الأسلحة الكيموية تصنيع سهل ومعظم المواد الخام التي تحتاج لتصنيعها متوفرة في أي سوق وبأي مدام لديك التكنولوجيا في تصنيعها أو المعرفة في تصنيع تستطيع أن تصنيعها مرة أخرى وبالتالي تخلص الحكومة أو الجيش السوري من هذه الأسلحة الكيموية قد يكون صحيح لكن الصحيح كذلك أنه عاد استخدامها مرة أخرى والحصول على مواد الأساسية تصنيعها أيضا يكون موجه للطرفين لأنه أيضا في تقارير لمنظمات بأنه كان داعش يشتري المواد الأولية من تركيا وحتى في قضية قبضة على بعض الأشخاص في أدنى يؤمنون بعض المواد الأولية أيضا موضوع غاز لكلور مثلا أيضا وجد بعض المناطق داعش وغيره نصرة يستخدمونها وبالتالي هل هناك خشية لدى الولايات المتحدة من أنه فتح هذا الملف ممكن أيضا يطال أطراف أخرى غير النظام وبالتالي في تردد ما رأيك؟ لا أعتقد بذلك وأعتقد أنه صحيح أن هناك تقارير أنه داعش استخدمت أسلحة الكيموية لكن داعش ليس لديها القدرات العسكرية لتوصلها سواء بقذائف طائرات أو بصواريخ مثل ما حصل من قبل النظام السوري فهذا الفارق الأساسي بين الجهتين استعمال داعش كان محدود جدا وأمكانية التقنية غير متوفر لاستعمالها بشكل واسع فلهذا من المهم التمييز بالإضافة أن داعش هي عصابة يعترف الجميع أن عصابة خارجة عن القانون لكن عندك نظام يمثل بلد موجود في دمشق تتعامل معهم مؤسسات دولية كدولة مسؤولة عن حماية موطنية ومدنية يقوم بقصفهم بالكيماوي هذه هي الطامة الكبرى الولايات المتحدة لا أعتقد أنها تحاول أن تخفي شيء رغم أنه أنا لدي نقضي لإدارة الرئيس ترامب لكن أعتقد في هذا الموضوع تحديدا الولايات المتحدة بالإضافة للمجتمع الدولي يريد أن يضع خط أحمر استعمال الإسلحة الكيموية لأنه يعرف أنه إذا سمع في استعمالها في مكان آخر ستم استعمالها مرة أخرى فأنا لا أعتقد أن هناك تقاعص ففتح الملف مرة أخرى أعتقد أنه ذو أهمية كبرى وعلينا أن ننظر بعناية على هذا الموضوع لأنه أنا أعتقد أنه يجب تحريم استعمال هذه الأسلحة بشكل كامل في أي مكان في العالم سأعود إلى إسطنبول سيد سمير نشار يعني في موقف أمريكي مهم هنا كما قال سيد خالد يعني والظروف تختلف وهذا الملف قد يستخدم لاحقا ضد النظام ورأس النظام في سوريا ربما ضد الرئيس السوري بشار الأسد لكن ليس الآن برأيك هل تم التعامل دوليا مع ملف الكيماوي بشكل منصف يعني دعك من الموقف الروسي يعني في مواقف أخرى ما رأيك في نقاشات مجلس الأمن وتقارير الأمم المتحدة أيضا يعني دعني بس فقط تعليق على ما تفضل به ضيفك من موسكو أن أقول أسأل ما مصلحة الأمم المتحدة أو منظمة حصر الأسلحة الكيموية أو لجان التحقية أن تحمل النظام السوري مسؤولية ارتكاب جرائم بالأسلحة الكيموية وأن تقوم بتبرئة المنظمات الأرهابية التي هي منظمات مدانة ومجرمة أمام المجتمع الدولي والمجتمع الدولي يقوم بحرب شاملة على المنظمات الأرهابية ما مصلحة المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يحول هذه الاتهامات من النظام السوري ويبرق فيها المنظمات الأرهابية أنا أعتقد هذا منطق لا يستقيم وبالتالي محاولة روسيا دائما تبرأت النظام السوري من كل هذه الجرائم هي محاولات سياسية وليست محاولات البحث عن الحقيقة أو البحث عن المجرمين أو من ارتكب هذه الجرائم هذا واقع يجب أن نعرفه في جميع مواقف روسيا في الملف السوري أعود إلى سؤالك أستاذ يوسف أنا أعتقد أنه بالطبع لم يكن هناك أنصاف للسوريين في تعامل للمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة أوباما قد يكون في عهد إدارة الرئيس ترامب هناك تعامل مختلف لكنه حتى الآن أقل مما يجب لمعاقبة نظام سوري مجرم يرتكب أكثر من مرة أكثر من مرة استخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد الشعب السوري وبالتالي في إدارة أوباما كما ذكرت الصفقة المشهورة الغير أخلاقية وكما يقال أنها كانت فكرة إسرائيلية أن بدل قصف النظام السوري في تاريخه في عام 2013 أن نحصل على السلاح الكيماوي ويتجنب ضرب النظام السوري وهذا ما حصل وبالتالي هذا فقدان لمصداقية ليس فقط الأمم المتحدة وإنما أيضا لمجلس الأمن الدولي رغم أجهزة الاستخبارات لدى جميع الدول المتقدمة والعاملة والفاعلة في الحقل السوري تعرف أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية أكثر من مرة عندما كرر النظام السوري استخدام الأسلحة الكيماوية حتى في خان شيخون اضطر الرئيس ترامب أن يرسل رسالة حازمة وواضحة للنظام السوري أن في عهد إدارته ليس مسموحا ما قام به النظام السوري وغض النظر عنه إدارة أوباما إدارة ترامب تختلف عن إدارة أوباما لكن هل الموقف الآن هو من استخدام النظام السوري والجرائم التي يرتكبها يرتقي إلى مستوى مسؤوليات الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة كدولة عظمة حافظة للأمن والاستقرار الدولي وأن يرتكب في سوريا استخدام أسلحة محرمة دوليا ضد الشعب أعتقد أنه حتى الآن لم تجد هذه القضية آزانا صاغية كما يجب من قبل المجتمع الدولي على الرغم أن الأدلة والبيانات والتحقيقات أعتقد أنها تتراكم وربما تأتي اللحظة السياسية المناسبة باستخدام هذه الأدلة دعني أذهب إلى موسكو سيد أندري ما رأيك هنا أيضا أنت قلت أنه هذه الأسلحة التي تم استخدامها الكيموية صنعت وليس بشكل جاهز وستاذ خالد قال أنه في بعض سهل مواد سهلة ممكن استخدامها وتشكيلها وخصوصا أنه ليس المهم فقط في تصنيعها وإنما إيصالها يعني يجب أن تركب على رأس صاروخ أرض أرض أو بشكل أو تسقط ببرميل وهذه الأدوات ليست متوفرة لا مع المعارضة ولا مع التنظيمات الإرهابية على الأرض التي تقاتل الجيش السوري وبالتالي فإن موضوع قصفها يثبت أن هناك تورط للجيش السوري في هذا الموضوع كيف اتعامل موسكو مع هذه التفاصيل المهمة أولا فيما يخص خان شيخون فظنب لدى النظام السوري هناك الوحيد بأنها أجرى تلك الدربات ضد مصنع الأصلحة الكيميائية دون إجراء العمليات الاستخباراتية قبل هذه الدربة وهو ذنب الوحيد يعني أنا أقصد سمعنا السؤال ما مصلحت الأمم المتحدة بتزوير المعلومات ولكن سؤالي هنا ما مصلحت نظام السوري في استخدام هذه الأصلحة أريد أن أذكركم أن كل الاستخدام الأصلحة الكيميائية تؤدي في أكثرية الأحوال إلى قتيل واحد وأغلب آخر هم جرحة النظام السوري يمكن أن يستخدم الأصلحة التقليدية وهي ستؤدي إلى نتائج أكبر يعني أنا أقصد أن استعمال الأصلحة الكيميائية هي فعلا استبزاز واضح يعني بعد استخدام الأصلحة الكيميائية للمرة الأولى يعني أبرت الولايات المتحدة بكل الوضوح أنه هو خط أخمر لا يمكن وسوريا بتنسيق مع روسيا وافقت على تخلص من تلك الأصلحة وتخلصت منها والآن وبعد ذلك كل الاستخدام الأصلحة الكيميائية هو ليس إلا استفزاز ضد النظام السوري ونشاهد وهذا ما أشار إليه المسؤولون الروس أن في كل الأحوال حينما نشاهد التقادم للجيش العربي السوري في منطقة أو في منطقة أخرى نشاهد الاستخدام للأصلحة الكيميائية لماذا؟ أليس هناك استفزاز أنا أعتقد نعم هذا الاستفزاز واضح لا مصلحة للنظام السوري لروسيا لأي لعب هنا أن يستخدموا هذه الأصلحة والسؤال هنا آخر يعني المعلومات مؤكدة بأن الإرهابيون يمتلكون على الأصلحة الكيميائية ولديهم المصانع لتصنيع هذه الأصلحة من زود الإرهابيين بتلك الأصلحة ومن قدمهم الإمكانيات لتصنيع هذه الأصلحة ألا تريد المنظمة تحضر الأصلحة الكيميائية أن إجراء تحقيقات بهذا الخصوص أنا أعتقد أنهم سيكشفون المعلومات هامة ومناسبة لجلسة الخاصة لمجلس الأمن للأمم المتحدة طيب سيد خالد في واشنطن لماذا يعاد طرح هذا الموضوع مرارا وتكرارا على مجلس الأمن يعني واضح الموقف الروسي واضح الموقف الصيني حتى والفيتو الذي يستخدم هناك ضد اتخاذ أي قرار في المجلس بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ضد النظام السوري أو الحكومة السورية لكن مع ذلك يتم طرحه واجتماعات جديدة هل تعتقد أنه هي مجرد وسيلة ضغط سياسي ليست أكثر يعني طالما أن النتيجة معروفة حول أي اجتماع يعقد في مجلس الأمن حول هذا الأمر قد يكون ذلك لكن أعتقد أنه مهم جدا طرح هذا الموضوع بشكل جدي والجميع يجب أن يكون معنيين طبعا روسيا ليست معنية كثيرا لأن روسيا استعملت أشكال عنف ضد الشيشان وبنفس الطريقة التي تستعملها في سوريا الآن فهي دولة غير معنية بأرواح المدنيين ولهذا نرى أن من يمثل الطرف الروسي هنا يدافع حتى عن نظام السوري كأنه نظام السوري بريء وهو مثبت أن يستعمل الأسلاح الكيموية عدة مرات لهذا أنا أعتقد أن أهمية طرح الموضوع مرة وراء أخرى هو مهمة الأمم المتحدة من أجل وضع خط أحمر لعدم أخلاقية استعمال السلاح الكيموية لأنه لا يفرق بين العسكري والمدني وبين الطفل وكبار السن والرجال الذين يحملون السلاح ولهذا من المهمة سيكون من كل سئة الشعب من كل أطراف عندما نتحدث عن الملف السوري البراميل المتفجرة التي تلقيها طائرات الجيش السوري بشكل عجوائي لا تبدو تختلف حتى عن النظام أو السلاح الكيموي هنا في هذا الإطار هل في خصوصية أكثر لهذا الموضوع لأنه حتى نتحدث هذه التقارير التي تقول باعتبار أنه نظام استخدم السلاح الكيموي في مرة واحدة ربما أو مرتين كان في هذا الانتشار لهذا الغاز الكبير لكن في الأحداث الأخرى كانت الإصابات محدودة وهذا أيضا كان عليه علامة استفهام كانت إصابات في مناطق قليلة ومحدودة حتى سؤل أنه هل هي القنبلة فعلا ممكن أن تكون تأثيرها محدود جدا في هذا المكان هذا أثار أيضا على ما تستفهام الجانب يعرف أنه إذا كان العسكريين أو الجنود موجودين في أماكن محصنة من الصعب إصابتهم بالقنابل التقليدية الفرق أن هذه الأسلحة الكيموية تستطيع أن تخرج هذه التحصينات من خلال أنها غازات تدخل من خلال الفتحات الموجودة في التحصينات وهناك حدثة أعتقد إذا أذكر تماما في الغوطة أعتقد سقط حوالي 200 شخص في صاروخ أو صاروخين ضربوا حتى تم تحديد أماكن إطلاقهم من عند القصر الجمهوري في فوق دمشق إلى منطقة الغوطة التي أدت إلى وفاة أكثر من 200 مدني العديد منهم وأغلبهم كانوا من أطفال لأن الحكومة في ذلك الوقت أو الجيش السوري كان عجزة عن دخول هذه التحصينات أو يهزم القوات المعارضة بشكل من الناحية العسكرية فلجأ إلى استعمال الغازات السامة طيب أعود لك سيد سمير مشار هنا فعلا يعني بما تحدثنا معك في هذا الموضوع سابقا ولكن يعني أستاذ خالد يقول أن هذه الأسلحة الكيموية لها خصوصية وهي محرمة دوليا وبالتالي هي فعلا كبيرة لكن إذا ما تحدثنا عن خصوصية الملف السوري هنا بماذا تختلف الأسلحة الكيموية عن البرامير المتفجرة أنا يعني كما الوقاع تقول أنه عندما استخدم النظام السوري بـ 21-8-2013 بغوط الدمشد في ليلة واحدة سقط 1400 شهيد بين النساء والأطفال والمدنيين الذين كانوا نيانا أي سلاح آخر لا يمكن أن يسقط هذا العدد القضية الأخرى أن النظام السوري عندما يكون في لحظة عسكرية حريجة ويكون في موقف الدفاع عن النفس هو يستخدم هذه الأسلحة لأنه يكون مكان الاشتباكات ومكان المعارك العسكرية هي من الالتحام بحيث لا يستطيع أن يقوم بقصف طيران بالبرامير المتفجرة في الخطوط القتالية المتقدمة وبالتالي عندما كانت معركة خان شيخون كانت المعارك على أبواب وأطراف محافظة حماة المنطقة ما بين محافظة حماة ومحافظة إدلب هذا يعني أن النظام السوري كلما كان محرجا في المعارك العسكرية يلجأ إلى استخدام الأسلحة الكيموية خاصة أنه لم يعد يحسب حسابا لردات فعل المجتمع الدولي أو لمجلس الأمن أما لماذا هو يفضل استخدام هذه الأسلحة البرامير المتفجرة تترك آثار على الأجسام أو الضحايا أو المدنيين أنه تقع تشوهات تقطع الأطراف يعني يترك آثار مدمرة حقيقة لكنها ليست بهذا الحجم وهذا الاتساع الذي يشكله الهجوم الكيموي في هجوم خان شيخون سقط حوالي 100 شهيد في ضربة واحدة هذا رقم كبير جدا في نسبة للمعارك أو للقصف حتى الجوي أن تقع هذا الحجم أو هذا العدد الكبير من الضحايا وبالتالي النظام السوري والخبراء لديه والعسكريين لديه هم من يقررون متى يستخدمون البرامير المتفجرة ومتى يستخدمون الأسلحة الكيموية لكن في جميع الحالات يبقى استخدام الأسلحة الكيموية حالات محدودة قياسا للقصف الجوي هناك طريق آخر لمحاكمة الحكومة السورية على استخدام السلاح الكيموي غير مجلس الأمن أنا أعتقد أن العدالة الدولية إلا تأخذ مجراها حتى ولو بعد حين أنا أعتقد أن هذه الاجتماعات لمجلس الأمن وتراكم القرارات والبينات والأدلة ومحاضر لجان التحقيق التي تثبت أكثر من مرة أن النظام السوري يقوم بتكرار استخدام الأسلحة المحظورة دوليا هذا سوف يأتي التوقيت المناسب الذي تتغير فيه كما ذكرت اللحظة السياسية ويمكن طرح هذه الأدلة وهذه البيانات وتشكيل محكمة دولية لمحاكمة النظام السوري هذا يجب أن يكون إذا لم يكن الآن رأكيد في المستقبل سوف يكون وربما المجتمع السوريين يقومون بجهود خارج إطار الأمم المتحدة عن طريق محامين دوليين لإقامة دعوة ضد النظام السوري وهذا ما ينظر فيه حاليا من قبل معارضين سوريين في الولايات المتحدة الأمريكية سيد أندري في موسكو أيضا باختصار له سماحت فيه دقيقتين هل تعتبر موسكو أن هذه ورقة ورقة ضغط سياسي يمكن أن يتم استخدامها مستقبلا بعد انتهاء المعارك على الأرض من أجل انتزاع تنازلات روسية فيما يتعلق بالمستقبل السياسي لدمشق كيف التعامل موسكو مع الملف طبعا كما قلت سابقا كلما شاهدنا استعمال الأسلحة الكيميائية كانت هذا الاستفزاز ضد النظام السوري وحاليا نشاهد أن هذا الموضوع الآن على بساطة البحث يعني الآن يريدون محاكمة نظام السوري ولكن أنا أعتقد وموسكو تصير على ذلك على إجراء التحقيقات واضحة والمستقلة لاستخدام الأسلحة الكيميائية لا أحد ينفي أن الأسلحة الكيميائية استخدمت في سوريا ولكن نحتاج إلى تحقيقات واضحة ونازحة بهذا الخصوص أنا أريد أن أشير إلى شيء وحيد روسيا استدافت الأمم المتحدة المنظمة تحذر الأسلحة الكيميائية إلى مطار شعيرات ولكن رفضت المطار الذي من المفترض كما يقال أطلعوا منه الطائرات السورية التي ضربت خان شيخون ولكن رفضت منظمة حذر الأسلحة الكيميائية رفضوا ولم يزوروا هذا المطار ما ذلك إلا دليل أن النظام السوري لم يستخدم الأسلحة الكيميائية وما نشاهده هو فقط الاستفزاز كبير جدا طيب أستاذ خالد صفوري أختم معك في دقيقتين متبقيتين برأيك بعد حسم الصراع في سوريا إذا كان هناك حسم عسكري أو شيء واتفاق هل فعلا يمكن أن يبقى لهذه الملفات وهذه التحقيقات أهمية في المستقبل لا شك في ذلك وهناك محاكم مستقلة يستطيع أهل الضحايا أن يقدموا شكوى ضد الحكومة السورية أو من كان يقود هذه العمليات ونحن مشاهدنا بعد حرب غزة قامت هيئات دولية وبعض الفلسطينيين في مقاضات إسرائيل في هذه المحاكم واضطر العديد من القادة الإسرائيليين أن يفروا من بريطانيا أو من دول أوروبية أخرى من أجل عدم القبض عليهم حسب هذه القوانين فأنا أعتقد أن المحاكمة الدولية حتى لو لم تقم الأمم المتحدة نتيجة ضغط روسي ودعم صيني له في معلعة حقة المسؤولين السوريين أعتقد أن هناك مؤسسات دولية تعطي الحق لضحايا النظام السوري بأن يلاحقوا أمام هذه المحاكم نعم شكرا جزيلا لضيوفي في هذا الحوار كان معنا من واشنطن المستشار السياسي في مركز الميريديا للدراسات خالد صفوري الشكر الجزيل أيضا لضيفي من اسطنبول رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق سمير نشار ونشكر أيضا ضيفنا من موسكو الكاتب الصحفي في جريدة إزفستيا الروسية أندري أونتكوف